موسيقى يا بونا أنا بطلب أنك تعمل لنا سلسلة تكون رد على الأفكار التشكيكية والرد على اللا دينيين والرد على المعترضين والملحدين الموضوع ده حرب كبيرة محتاجة صلاة ومحتاجة توعية ألما تكلمت في الموضوع ده مع ناس اللي حوالي لقيت مفيش حد عنده ثقافة في الرد على الأسئلة دي المشككين بيكونوا متضربين عليها كويس اللي ده إنه محدش بيكون عنده إجابات خالص ولا حتى أنا قبل ما أبحث في الموضوع وعلى الحكس الناس بتبقى مستهدفة بتكون عندها أساليب مقنعة جدا في كلام بص يا بنتي الموضوع ده endless يعني endless بلا نهاية ليه؟ لأن التشكيك هو أفكار بتتكلم عن العقل والإيمان فوق العقل يعني فيه حاجات إيمان يعني إيه فوق إيمان يعني أقول لك حاجة صغيرة ربنا قال إبراهيم ما إحنا مؤمنين يا مش مؤمنين قال له بنت مراتك هتجيب بيبي وصرة كبرة قوي 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 لدرجة إن القديس بولس الرسول بيقول إن المستودع بتاعها نشف أو جف أو يعني قطعت عادة النساء مقصود عادة النساء يعني ما بقاش عندها بويضات ما بقاش عندها خصوبة ما بقاش عندها رحم يقدر يستقبل طفل ولكن الغير مستطاع عند الله الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله بمعنى إيه بالإيمان صر حبلت لكن بالعقل ما فيش إنسانة تكون وصلت لسن اليأس وما عندهاش طبويد تقدر تحبل وتقدر تكون أم فالإيمان فوق العقل فهم عندهم أسئلة كتيرة وهقولك خبرة معاهم أنا دخلت في نقاشات لا تتخيلها أقدر حاجة أوصفة بيها إنها كانت نقاشات مرة ولما لقيت الموضوع غير محدود قلت لواحد فيهم هات لي أكتر عسل أسئلة عشر أسئلة بيديقوك ونقابلني وقعدنا في قعدة حوالي أربع ساعات يا بنتي ريء نشف فيهم جاوبتوا على العشر أسئلة والحقيقة معرفش يقول إيه وبعدين خرج وراح اتصل بيه بعدين بخمس ايام قال لي عندي عشر أسئلة تانية قلتوا لي احنا كده مش هنخلص بقا هو واخد قرار إنه لا يقتنع هو أخد قرار إن دينه اللي بيدافع عنه هو الإلحاد هو واخد قرار إنه مبقاش في ربنا فلما فضل يتكلم على ربنا ظالم وربنا في شر وربنا بيسايب أمراض وربنا بيسايب أوبئة وربنا كان في العهد الأديم قاسي لما جاوبتوا على كل ده ابتدى يجيب لي أسئلة تانية في موضوع تاني خالص تناقضات في الكتاب المقدس قلتوا له ما فيش تناقضات واحد اتنين ثلاثة إدرس هتلاقي واحد اتنين ثلاثة سجد راح جاب لي مواضيع ثالثة هو واخد قرار إنه مش عاوز يؤمن بالله علشان يبرر موقفه هيطلع الإنجيل غلط وهيطلع الله غلط وهيطلع الناس دي ما تحوك عليها وما في حاجة اسمها قدسين فهو عمره مناوي يقتنع أنا مستعدة أتناقش مع إنسان عنده استعداد إنه يقتنع هو واخد قرار إنه هيطلع عينين اللي بينقشه ومش ناوي يقتنع يعني هو واخد قرار كده إنه هيقعد معبونا عشان يطلع يقول إيه أنا عدت معبونا ثلاث ساعات وما تدرش إقنعني عشان تعرفوا إن المسيحية ضعيفة بصوا جماعة مدام إنت واخد قرار زي واحد مثلا مسيحي وكويس كل حاجة بسهواخد قرار إنه ما يعترفش واخد قرار أقول له يا حبيبي اللي اعترف سر مقدس مفيش فايدة يقول لي هات لقات من الإنجيل أجيب له ثلاث قات من الإنجيل يقول لي لا ده كان في العهد الرسولي بس مش دلوقتي هو مش عاوز فمدام همه مش عاوز أنا أشرح إيماني الأولادي عشان ما تشككوش لكن إنه إحنا نرد عليهم دي مش منطقتنا دي اسماها Endless يعني إيه Endless هم عندهم حجة كتير قوي بقولك هو أخد دين اسمه الإلحاد وبيدافع عن دينه هو مش عاوز يقتل هو بقى عنده رؤية عقلية بحتة للموضوع والعقل مش كل حاجة لأنه عندنا الإيمان فوق العقل فهو ما يقولوا بقى دي غيبيات هندخل في متاهة فأنا بعد ما تعلمت أنا عدت سنين في الموضوع ده اتعلمت الحقيقة إن لو ولد من ولادي أنا متشكك أكلمه لكن واحد عشان أنا أجتهد وأقنعه بحاجة هو مش مقتنع بيها ده تضيع وقت يا بنتي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة